بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المستمعون أيتها الأخوات المستمعات سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لباب الشهاد أخرج القاضي القضاعي في مسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم هذا حديث صحيح أخرجه ابن حبان وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال على شرط البخاري وتبعه في ذلك ابن دقيق العيد في الاقتراح وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط والبزار وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم وقوله صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم البركة هي النماء والزيادة والاتساء ومن معانيها أيضا الثبات والدوام والبقاء واشتقاقها من بروق الإبل وهو اللزوم والثبوت ومنه قيل البركة لأنها تحبس الماء ولثبوت الماء فيها قال الراغب وغيره يوصف بالبركة كل شيء لزمه وثبت فيه خير إلهي وتطلق البركة غالبا على الزيادة وإن كانت غير محسوسة في الظاهر قال في موجم الفروق اللغوية وعلى هذا فكل بركة زيادة وليس كل زيادة بركة أما البركة في صياق هذا الحديث ونظائره فقد ذكر الشراح أن البركة هي الكثرة في كل خير وقالوا البركة كثرة الخير والعظمة وقالوا أيضا البركة هي السعادة وكل هذا اقترن في هذا الحديث النبوي الشريف بالأكابر أما المقصود بالأكابر فقد اختلفت فيه أنظار الشراح فقال بعضهم البركة مع أكابركم يعني الشيوخ لأنه قد سكن شرهم ولزموا الوقارة وعرفوا مواضع الخير وجاء في بحر الفوائد يجوز أن يريد صلى الله عليه وسلم ذوي الأسنان والشيوخ الذين لهم تجارب وقد كملت عقولهم وسكنت حدتهم وكملت آدابهم وآراؤهم وزالت عنهم خفة الصبع وحدة الشباب وأحكموا التجارب فمن جالسهم تأدب بآدابهم وانتفع بتجاربهم فكان سكونهم ووقارهم حاجزا لمن جالسهم وزاجرا لهم عما يتولد من طباعهم ويتبرك بهم وقال الدومي الأكابر هم المجربون للأمور فمجالستهم والاقتداء برأيهم يفيضان البركة وقال شارح الشهاب هذا حط على طلب البركة في الأمور والنجح في الحاجات بمراجعة الأكابر لما خص به من سبق الوجود وتجربة الأمور وسالف عبادة المعبود وذهبت جماعة أخرى من الشراح إلى أن المراد بالأكابر أكابر الحال والشأن ويدخل في ذلك من له منصب في العلم ومن له رتبة في الدين ومنزلة عند الله وإن لم يكن كبيرا في السن قال في الفردوس أراد العلماء والأولياء وإن صغر سنهم وقال العلمة الحجوجي البركة مع أكابركم أي في العلم والتقوى وإن كانوا أصغر سنا فأولا ينظر إلى الكبر المعنوي ثم الحسي وقال الحافظ السجلماسي لفظ الأكابر ينطلق على العلماء وعلى أشراف الناس وقوله صلى الله عليه وسلم مع أكابركم ليس على ظاهره فرب كبير هو عند الله صغير ورب من يعتقد صغيرا وهو عند الله كبير ولقد أحسن القائل حيث قال تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخ العلم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المسائل وقد قال الله تعالى إخبارا عن الكفار ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلون السبيل أفترى هؤلاء عند الله كبارا بل أصغر الأصاغر انتهى كلام الاستجلماسي وقال الحافظ الصغاني فكأن البركة والخير مع العلماء دون ذوي الأسنان ويؤيد هذا المعنى ما كان من أمر عيسى عليه السلام وقبله يوسف وسليمان عليهم السلام مع صغر سنهم فاق الناس وفي قصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع أبيه حين قال يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا وقيل في قوله تعالى إنه لكبيركم أي معلمكم ولم يكن أكبرهم في السن كما قال المفسرون وجمع بعض الشراح بين الرأي الأول والثاني فصار قوله مذهبا ثالثا فقال إن المراد بالأكابر كل الذين جمعوا بين العقل والسن والعلم لأن العلم والسن والعقل إذا اجتمعت ينشأ منها الخير الكثير وذهب فريق إلى أن الأكابر هم الرؤساء وأهل الأمر والنهي وهو أحد الوجوه التي يحتملها قوله تعالى ربنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلون السبيل عندما قال من المفسرين إن ساداتنا وكبراءنا شيء واحد ومعناه الرؤساء والحقيقة أخي المستمع أخت المستمعة أن قوله صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم يحتمل كل هذه الوجوه وكل هذه الأصناف وهذا من خصائص كلام النبوة المحمدية المتميز بكثرة فوائده وسعة معانيه مع قلة ألفاظه فالخير والبركة مع كبار السن وكبار القدر علما وشرفا ومع من جمع هاتين الصفتين ومع كل من كان في الناس موضع القدوة ومحل الأسوة ومع كل من قاد الناس وسادهم ما داموا أهل طريقة محمودة وسيرة حسنة وكما يفهم من الحديث الدعوة إلى التماس البركة من الأكابر والاقتداء بهم ولا يكون ذلك إلا بمخالطتهم ومجالستهم فإنه يتضمن أيضا الإشارة إلى وجوب تعظيمهم وتوقيرهم واحترامهم والاعتراف بقدرهم فكبير السن يوقر لسنه وخبرته وصدقه وتجربته وصغير السن مع العلم وجب إجلاله حفظا لحرمة ما منحه الحق سبحانه وتعالى ومن جمع بين علو السن وعلو الرتبة في العلم والدين استحق ما استحقه الأولان وأكثر والسلطان المقسط استحق التوقير لعدله ولخطورة منصبه ولعظام أمر الخلافة عند الله ومن توقيره طاعته واتباعه قال السيج الماسي ومن بركة كبير القوم أنه إذا فعل فعلا تبعه من دونه ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب إله رقل عظيم الروم قال أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فعليك إثم الأريسيين أي عليك إثمك وإثم من تولى بسببك وإن أسلمت كان لك أجرك وأجر من تبعك وكذلك فعل سيدنا عمر رضي الله عنه حين كتب إلى عماله فقال إن أهم أموركم عند الصلاة وإنما خصص العمال لأنهم يقتدى بهم فأي بركة أعظم من الاقتداء بهم انتهى كلام السجل الماسي ومن توقيل الأفاضل والعلماء تقديمهم في المجلس فلا يبدأ بالمصافحة إلا بهم فلا عبرة بمن كان في أول الصف ولو كان من جهة اليمين إذا كان مفضولا إنما يبدأ بصاحب وصف يفضل به الحاضرين كالأعلم والأتقاء فإذا تساووا أو لم يعرف الأفضل من بينهم فيبدأ بالأكبر سناء وهذه الصفات والمراتب تعلم بالعشرة والمخالطة وبالشهرة وبالاستفادة ولا يتكلم في حضرتهم إلا بإذنهم أو جوابا عن سؤال منهم أو إذا علم أن الكلام سيقع منهم موقع الرضا والقبول وقد نطقت نصوص من السنة المشرفة بكل هذا بل وأرشدت إلى صور أخرى من مظاهر التعظيم والتوقير وندبت المسلمين إليها قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير وعنه أيضا أنه قال ابدأوا بالكبراء أو بالأكابر أو كما قال صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة بن مسعود لما ذهب يتكلم في حضرة من هو أكبر منه كبر كبر يريد السن فتكلم أخوه حويصة وكان أكبر منه وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار بالقيام لسعد بن معاذ فقال قوموا إلى سيدكم وفي هذا المعنى ألف الإمام النووي رسالة لطيفة سماها الترخيص بالقيام لذوي الفضل من أهل الإسلام على جهة الفضل والبر والتوقير والاحترام لا على الرياء والإعظام وتبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه راعى تقديم الأكابر في القبر فكان يقول في قتل أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه وروا بن منده وغيره عن عثمان بن أبي العاص قال استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر الذين وفدوا عليه من ثقيف لأني كنت قرأت سورة البقرة في مدة إقامتهم مستمعي الكرام سئل العباس بن عبد المطالب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله وفي جوابه رضي الله عنه ما لا يخفى من إظهار الاحترام والتعظيم والتأدب مع أفضل الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم وقد درج سلفنا الصالح على توقير الأكابر سنا وعلم وأخبارهم في هذا الباب مشهورة مستفيدة فعن الفضل بن موسى قال انتهيت أنا وعبد الله بن المبارك إلى قنطرة فقلت له تقدم وقال لي تقدم فحاسبته فإذا أنا أكبر منه بسنتين وذكروا أن الحسن وعلي ابني صالح كانا توأمين خرج الحسن قبل علي فلم يرقط الحسن مع علي في مجلس إلا جلس علي دونه ولم يكن يتكلم مع الحسن إذا اجتمعا في مجلس وقال الحسين بن منصور كنت مع يحيى بن يحيى وإصحاق بن رهوية يوما نعود مريضا فلما حاذين الباب تأخر إصحاق وقال ليحيى تقدم فقال يحيى لإصحاق تقدم أنت قال يا أبا زكريا أنت أكبر مني قال نعم أنا أكبر منك وأنت أعلم مني فتقدم إصحاق وروا إسماعيل بن حماد عن أبيه قال رأيت الحسن بن عمارة وأبينتهي إلى قنطرة فقال له أبي تقدم فقال أتقدم؟ تقدم أنت فإنك أفقهنا وأعلمنا وأفضلنا قال الخطيب البغداد معلقا على القصة وما في معناها وإن قدم الأكبر سنا من كان أعلم منه على نفسه جاز ذلك وكان مستحسنا ولما رأى المحدث إبراهيم بن سعد الزهري حين نزل بغداد رأى الشباب تقدموا بين يدي المشايخ في المجلس قال ما أسوأ آدابكم تتقدمون بين يدي المشايخ لا أحدثكم سنة فمات ولم يحدث وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يقدم ابن عباس على كبار الصحابة لعلمه بل وثبت عنه رضي الله عنه أنه فاضل بين الناس في العطاء ولم يسوي بينهم فقسم المال وأعطى ذوي الصوابق الحسنة في الإسلام أكثر مما أعطى لغيرهم وله في ذلك كلام مشهور وقد بلغ التحري بأفاضل الأمة في تقديم الأكابر صورا عجيبة تدل على وعي نراق وخلق نبيل ومن ذلك ما جاء في ترجمة المحدث المسند بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله قال لما وضعت مسندي جاءني عبيد الله بن يحيى وأخوه إسحاق فقال لي بلغنا أنك وضعت مسندا قدمت لأبي المصعب الزهري وابن بكير وأخرت أبانا أي قدمهما في المرويات فقال بقي أما تقديم لأبي مصعب فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها وأما تقديم لابن بكير فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن ومع أنه سمع الموطأ من مالك سبع عشرة مرة ولم يسمعه أبوكما إلا مرة واحدة ومن القصص المأثورة في هذا الباب أن الحافظ المحدث الخطيب البغدادي أوصى أن يدفن إلى جانب بشر الحافي رحمه الله فلما توفي وجدوا أن الموضع الذي بجنب بشر قد حفر فيه أبو بكر أحمد بن علي الطريثي في الصوفي قبرا لنفسه وكان يمضي إلى ذلك الموضع ويختم فيه القرآن ويدعو فمضى على ذلك عدة سنين فلما مات الخطيب سألوه أن يدفنوه فامتنع وقال هذا قبري قد حفرته وختمت فيه عدة ختمات لا أمكن أحدا من الدفن فيه وهذا مما لا يتصور فانتهى الخبر إلى أحد العلماء الفضلاء فقال له يا شيخ لو كان بشر بن الحارث الحافي في الأحياء ودخلت أنت والخطيب عليه أيكما كان يقعد إلى جانبه أنت أو الخطيب قال لا بل الخطيب وفي رواية أنه قال بل كنت أقوم وأجلسه مكاني فقال كذا ينبغي أن يكون في حالة الممات فإنه أحق به منك فطاب قلبه ورضي بأن يدفن الخطيب في ذلك الموضع فدفن فيه رحم الله علماءنا وأفاضلنا أجمعين وعلم أخي المستمع أختي المستمعة أنه لما كانت البركة والنماء والزيادة في الخيرات مقرونة بالأكابر فإن ذهابها بذهابهم وإذا ترك الناس توقير أكابرهم فذلك الدليل على إفلاس أخلاقهم وقيمهم قال عبد الله بن بسر رضي الله عنه لقد سمعت حديثا منذ زمان إذا كنت في قوم عشرين رجلا أو أكثر فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب في الله فاعلم أن الأمر قد رق ولا خير في قوم لا يعرفون حق كبيرهم أستودعكم الله وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لباب الشهاب شرح وبيان لأحاديث كتاب الشهاب في الحكم والمواعظ والآداب للقاضي أبي عبد الله القضاعي لباب الشهاب سياحة في رياض الكلم النبوي والحكمة المحمدية لباب الشهاب من إعداد وتقديم الدكتور يونس بعلام إخراج كريمة بنكس اشتركوا في القناة